ده من المشاكل يمكن احنا ايه هناخدها كده ايه مشكلة مشكلة ونعرف الحوار الوطني مثلا وصلنا لغاية فين او ايه اكتر حتة من اوارة في المشكلة دي انتوا بتناولوها او عايزين توصلوها لحقوق يعني مثلا شفنا في رمضان مسلسلات كتير ودراما كتير طلعت مشاكل كانت مغمورة للساحة يعني طلعت عارفة عملنا ضوء كده كسفنا الضوء عليها زي مثلا مشكلة الوصاية والولاية التعليمية فدي برضو من المشاكل اللي يمكن كانت ستات كتير بتعاني منها بس ما كناش شايفينها او مش حاسين بمعاناتها هل الحوار الوطني يعني تناول الموضوع بقى من كذا اتجاه في حتة الوصاية والولاية التعليمية شكرك السؤال زاكي جد وهو ده يمكن فايدة الحوار الوطني اللي انا عايزة ارجع لها تين انه احيانا بيبقى عندك تحدي لفئة معينة او لفصيل معين مش هتكلم عن المرأة بس لكن من كتر استمراريتك في المعيشة مع التحدي ما بقيناش واخدين بنا منه خلاص بقى جزء من التعيش فهنا جي الحوار الوطني اللي اسس مبدأ الاستماع لها ولان انا استمع للمشكلات عشان اعمل لها حصر وبعدها اقدر اشوف ليها حلول ومكترحات بناءة للتغلب على التحديات ده ده على مستوى الحوار الوطني طبعا المستوى الكوى النعمة طبعا بلا شك ان تأثير المسلسلات ويمكن اخر خمس او ست سنوات الفترة اللي فاتت كان فيه تأثير كبير جدا للقوى النعمة بنشوف مسلسل وبعدها نشوف تحرك لاما تحرك برلماني تشريعي لاما تحرك مجتمعي ضد قضية معينة لاما تحرك اعلامي لتصليط الدوع عليها ده معناه ان انا القوى النعم عندي نجحة في انها تبرز مشكلات ومعاناة المجتمع الخاص بنا علشان تقول انا هو يا جماعة بصلت لكم ده انا عندي مشكلة حد يدور او الجهة المعنية تدور على حل لهذا الامر ويمكن فكرة الوصاية اللي حتكلمت عنها بمجرد ما المسلسل الخاص بقضية الوصاية ده الترح لانا تحرك برلماني من تنسكية شباب الاحزاب والسياسيين في انها عملت مشروع قانون مقترح علشان نتغلب على هذه القضية لان النهار ده فيه احد جلسات الحوار الوطني انه بتتكلم على قضية الولاية من كل المنظرات السياسية والايدولوجيات السياسية المتبينة ما بين مؤيد ومعارض ومجتمع مدني ومجلس كومل المرأة الكل بتكلم على نفس القضية ولكن بزوجة نظره وحلول مقترحة من عنده وهنا ده قيمة الحل بقى طب هلو احنا بقى في الحوار الوطني ده انا طبعا بسأل سؤالي مش هكام مزيعة يعني كمزيعة وكست يعني هل بتجيبوا الحالات بقى اللي هي الستات اللي بتعاني في المحاكم والستات اللي بتعاني مع الواصي على ولادها يعني انا بشوف ناس بتتعذف في الوصاية بشوف ولد امه حتى توفت واخوه صغير ففيه مجلس حزبي وفيه اجراءات وفيه ورق وفيه انه هو مش عارف يتجوز وفلوسه محجوزة عليها من مجلس الحزبي يعني اصد فيه تفاصيل كتير قوي احنا مش عايشينها طب هل انتو بتسمعوا من صاحب المشكلة ولا بتسمعوا من صحاب الدراسات والعلم يعني ما هو صاحب المشكلة دي ممكن يفجر نقطة كده بسيطة احنا كلنا من كون عاش واخدين بالنامين سيادة الرئيس لما دعا لموضوع الحوار الوطني ده كان من شهور كبيرة جدا كانت اول مرحلة يمكن احنا في المراحل الاخيرة لكن كانت اول مرحلة انه دعا كل المؤسسات والاحزاب والمجتمع المدني لعمل جلسات مع الناس في الشارع كين انا هتكلم على دوري كمجلس نواب انا بدأت انزل الشارع لفئة فئة واعد معيها اتكلم عن مشاكلها واعمل يعني حصر ليها ورؤية خاصة تشريعية بما ان انا هتكلم عن الجانب التشريعي ايه التشريعات اللي احنا محتاجينة اللي ممكن تساعدني في التغلب على التحدي ده وبدأنا نقدم وراء عمل مش احنا بس كتنسكية شباب الاحزاب لا كل الاحزاب وكل المجتمع المدني قدم على ده بس ده ما جايش غير لما عادنا زي ما حريك بتقولي كده احنا عادنا على جانب المرأة انا عادت مع المرأة في ثلاث مستويات الناس اللي بتتكلم فيه ملف الاحوال الشخصية ومعاناته بتفاصيله كتير جدا اتكلمنا مع البنات اللي عندها رغبة وعندها احلام في التمكين السياسي طب انتي ايه مشكلتك طب انتي ايه اللي بتحلمي بيه انك تبقي موجودة على الساحة السياسية عندك عزوف عن المشاركة في الحياة السياسية ليه طب ايه المعاوقات اتكلمنا مع الستات اللي بتعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة اما ده تحدي اقتصادي بتعملوا ايه طب ايه المشكلات اللي انتو بتقابلوها تبقي حتى مشكلة التمييز كانت دايما المرأة بتتعرض دايما للتمييز اللي هو بين الرجل والست بالضبط ان الرجل هو اللي يشتغل هو اللي ياخد فلوس اكتر هو اللي بيبقى بيتمكن في العمل اكتر طبعا لكن يعني احنا برضو بقالنا سنين بنفك في المشكلة دي بنفك بس مشانه يقدر نفك غير لما نسمع الاول وهي دي كانت المرحلة الاولى اللي بتبني عليها او بتفرشي كده بالبلد بيها ايه الموضوعات اللي المحوار الوطني هاخدها شوف اهم حاجة ناسم اعتها النهاردة زي زيكم بالضبط لان في ناس كتير متخيلة ان الحوار الوطني ده جوه المؤتمر بس يعني بنشوفه على التلفزيون لا دي مرحلة الاخيرة النهاردة اه لكن ما عرفوش ان الحوار الوطني ده يشغلين عليه بقالهم كتير ونزلوا للشارع يعني نزلنا وسمعنا الستات الست اللي بيبيع خضار والست اللي وقفة بيبيع في محل والست اللي بتخيط على اديها والست اللي بتشتغل موظفة في شركة يعني لمينا المشاكل كل المشاكل من كل جميع الفئات يعني احنا مش قاعدين في المكاتب بنكتب مشاكل الناس لك احنا نزلنا لهم فعلا بالزبط على ارض الواقع وبدون النزول ده باطل كل اعمال الحوار الوطني بالمناسبة لانك ما تقدريش تغذي رؤية صادقة وموضوعية الا من اصحابها وهي دي دعوة الجمهورية الجديدة اننا مش عايز يبقى قيادة سياسية منعزلة او برلمان منعزلة عن الشارع وبيحط رؤيته لا انا عايز اخد من الناس واطلع بيها للكيادة السياسية وحط حلول موضوعية تتنسب مع المجتمع بتاعي هو ده التواصل البناء ما بين دايما القعدة اللي في الارض وما بين القيادة والناس اللي بتنفذ هذه الرؤية الاستراتيجية الجديدة بدون التواصل ده يبقى فيه معزل وده يمكن اللي احنا كنا بنعاني منه فترات كبيرة جدا قبل سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لان احنا طول الوقت رد فعل لما هي ترتقي الحكومة او لما يعني ترتقي كده سياسية لكن الشعب في حتة والحكومة في حتة وكل الناس في حتة لكن دلوقتي فعلا هو تحس ان احنا كلنا متشابكين كده ايه في شبكة واحد يعني هنا ست بتستغيث فإيه ده ليه ايه مشكلتها طب يلا خد شوف حل ده طب الاطفال طب في المدارس طب صحيتهم ايه ففجأة منلاقي وزارة الصحة الرئيس بيحس بالمشكلة ده اي استغاثة الرئيس بيلبيها ففجأة تلاقي المشكلة يروح لوزارة الصحة وزارة الصحة تاني يوم عاملة 100 مليون صحة واكلات للاطفال في المدارس والتقزم والانيميا فاصل لا انا معاك جدا وبجد احنا عايشينه ان المشاكل كلها لا الدولة حاسة بينا والسلطة حاسة بينا فكله بتحرك في اتجاه يعني في اتجاه اللي الرئيس شايفه صح وده اللي بيخلي المجتمع طول الوقت انه رغم التحديات الكبيرة اللي عندنا الا انه صامد لانه حاسس انه طول الوقت مسموع حتى لو المشكلة حلها ابعد شوية عند الوقت